كتير جدا بنسمع عن اضرار الدقيق والسكر وانهم السموم البيضة واكيد معظمنا واغلبنا شفنا فيديوهات على اليوتيوب بيكون العنوان الرئيس بتاعها كده الفوائد المزهلة لامتناع عن الخبز لا تتخيل ماذا سيحصل لجسدك عند التوقف عن تناول السكر والديق واسمعنا اطباء كتير بتتكلم في اضرار الجلوتين اللي هو موجود في الامح ومنتجات الدقيق كلها وعن اضرار السكر على الجسم وفي المقابل ظهر اتجاه تاني بيقولك يا جماعة ازاي انتوا هتجننونا ازاي عايزين نبطل اك خبز ازاي مش عايزين ناكل امح والامح ده ربنا خلقوا وجددنا وابقنا طول عمرهم بيأكلوا امح وما حصل لهمش اي حاجة لدرجة وصلت ببعض الناس يقولك السكر ده جسمنا محتاجه والدماغ ما ينفعش يعيش بدون سكر المرة دي انا بعمل شيء مختلف تماما في الفيديو بتاع النهاردة انا جاي بفكرة جديدة محدش عملها قبل كده ولا انا اصلا اتكلمت عليها قبل كده في الفيديوهات بتاعتي النهاردة انا مش طالع اقولك مين فيهم الصح ومين فيهم الغلط ولا طالع اتكلم عن اضرار او عن فوائد لان كلنا وانا منهم اتكلمنا في حلقات كتيرة جدا عن الموضوع ده انا النهاردة طالع علشان اخلي كل واحد فيكم يعرف بنفسه ويتأكد مين الصح ومين الغلط كل واحد فيكم هو اللي هيوصل للقرار الصح هو اللي هيتأكد فعلا هل الدقيق والسكر ليهم فوائد ولا ليهم اضرار احنا النهاردة هنعمل تطبيق عملي وزي بنقول التجربة خير برهان هنعمل وهنحكم بشيء من ارض الواقع بعيد بقى عن كلام الاطباء والرغية بتاع الدكاترة والابحاث والطب كل الكلام ده احنا هنخلي كل واحد فيكم يعمل تطبيق عملي على الكلام ده انت بنفسك اللي هتحس انت بنفسك اللي هتشوف الفرق يوم عن يوم هتشوف التغيرات فعلا اللي بتحصل في جسمك وهتعرف مين الصح ومين الغلط فكرة الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة ان احنا هنعمل تحدي او مسابقى لمدة 33 يوم كام 33 يوم ومحدش يسألني اش معنى 33 يوم يا دكتور اكيد فيه سر هنعرفه مع بعض في اخر التحدي بس مش هقول عليه لحد دلوقتي المهم الناس اللي بتابعاني من قبل كده عارفين ان كل الانظمة الغذائية اللي كنت بنزلها على مدار السنين اللي فاتت كنت بديها كلمة تحدي او تحت عنوان تحدي علشان كل واحد فينا يتحدى نفسه وفعلا كانت الكلمة دي لها انعكاسات ايجابية مع الناس وكانت بتحقق نجاحات حلوة جدا فالنهاردة احنا هنعمل تحدي لمدة 33 يوم هنوقف حاجتين بس دقيق وسكر وهنشوف في نهاية 33 يوم فيه فرق ولا مفيش فرق قبل بقى ما ندخل في موضوع الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة ونتكلم في التفاصيل لو سمحت لو انت اول مرة تشوفنا انزل اشترك في القناة وفعل صورة الجرس عشان توصلك تنبيهات بكل الفيديوهات الجديدة اللي احنا بنعملها احنا هنا بننزل الفيديوهات بتاعتنا على القناة 3 ايام في الاسبوع سبت واتنين وخميس الساعة 12 الظهر بتوقيت السعودية او 11 الصبح بتوقيت مصر كمان لو سمحتوا اعملوا لايك للفيديو علشان احنا كده بنساهم ان الفيديو ينتشر اكتر ويوصل لأكبر عدد من الناس خليك اجابي وشارك الفيديو علشان نساعد ناس اكتر انها تشوف الفيديو وانها تطبق التحدي اللي احنا هنعمله لان زي ما قلت ممكن التحدي ده يغير مجرى حياتك تماما للافضل ما تنسوش كمان تشتركوا في القناة الجديدة بتاعت اللي قلت لكم عليها قناة قوة المعرفة هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف وفي اول تعليق عشان الناس اللي لسه مشتركتش فعالوا صورة الجرس عشان ان شاء الله توصل لكم تنبيهات مجرد ما ننزل الفيديوهات عليها وبازن الله غالبا الاسبوع الجاي هنبتدي البس المباشر او تنزيل الفيديوهات عليها بشكل عملي قناة الجديدة هتكون قناة منوعة ومش قناة طبية مش هقدمها بصفة الدكتور ياسر عبدالعزيز ولكن بصفة ياسر عبدالعزيز وفقط زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات هتكون قناة ميكس او كوكتيل من المعلومات في مجالات كتيرة جدا وان شاء الله القناة هتكون حلوة جدا وهتعجبكم جدا ممكن بقى في هذه اللحظة التاريخية المهمة واحنا بنحاول نعمل حاجة فعلا مهمة جدا وحاجة ممكن فعلا تغير كل حياتك بشكل انت ما تتخيلوش واسألوا الناس اللي جربت معايا قبل كده هيطلع علينا واحد كده من تحت الارض انا ايه يا دكتور اللي هيخليني اسمع كلامك واقتنع واغرب وادخل معاك التحدي السؤال ممكن يبان غريب ولكن لا هو عنده حق وفي ناس كتيرة جدا ممكن تسمع الكلام ده تمان عايش حياتي ومبسوط وباكن ومعنديش اي مشكلة في حياتي ايه بقى لا خليني اقرف نفسي وامنع نفسي من الحاجات اللي انا بحبها تلاتة وتلاتين يوم شوف كده بكل ثقة كده اول كلمة انا هقولها لك ممكن القرار ده يكون افضل قرار على الاطلاق انت هتاخده او اخدته في حياتك انت مش هتتخيل كمية الفوائد اللي انت هتستفدها من وراء القرار ده بمشاركتك معانا في التحدي لو عدت انا اتكلم من هنا لبقرة على الفوائد والحاجات الحلوة اللي انت هتكسبها مش هغلص ولكن زي ما اتفقت في الفيديو بتاعنا بتاع النهار ده انا مش هتكلم خالص في الموضوع ده وهسيبك انت بنفسك تكتشف في نهاية التلاتة والتلاتين يوم هنيجي نعمل فيديو مع بعض وكل واحد فينا يتكلم ويحكي وقول لنا تجربته الخاصة وهل فعلا نستفد من الموضوع ده ولا لا تاني حاجة انت لاقي دكتور يتابعك بشكل مجاني خلال شهر كامل مفيش احسن من كده انت لو راستك هشافت في اي حتة هورحت عند اي دكتور هيشوفك مرة واحدة ومرة تاني في الاعادة وبرضو بفلوس وخلاص على كده لكن انا هنا معاك التلاتة والتلاتين يوم متابعة مستمرة وبرد على كل استفساراتك الناس كتيرة مننا تايها لان احنا بنسمع ناس بتقول فيه فوائد وناس بتقول فيه اضرار وناس بتقول لأ ما ينفعش نستغني عن الخبز وناس بتقول لك لأ انا استغنيت عن الخبز والامح والديق والسكر طيب ما خلينا بقى احنا كل واحد فينا يكون هو الحكم على نفسه تشوف فعلا هل فيه اضرار ولا الكلام اللي احنا اصلا بنقوله ده غلط يمكن ان على اطلع غلطان خلاص يكون موضوع خلص على كده يبقى انت فعلا نكمل يا عم حياتك مع الامح والديق والسكر ولو كسبت ولقيت في حاجات حلوة في نهاية التلاتة وتلاتين يوم كمل وهتبقى انت الكسبان وزي ما قلت لك انا واصق مليون في المية باذن الله تعالى ان القرار ده هيكون افضل قرار اي حد فيكم ممكن اخده او هياخده في حياته نبدأ بقى نتكلم في تفاصيل التحدي مع بعض كل واحد زي ما قلت لازم تجهز وراء وقلم وتكتب كل النقاط او كل التفاصيل اللي انا هقولها علشان تكون متابع معايا فترة التحدي بالكامل مبدئيا كده في حاجات مطلوبة منكم وفي حاجات مطلوبة مني يعني حاجات عليكم وحاجات علي نبدأ بقى بالحاجات او الواجبات اللي مطلوبة مني اول حاجة انا نزلت لكم الفيديو بتاعه النهاردة بكل التفاصيل ودي اول نقطة في الموضوع كل اللي عليك بس انك تكتب ورايا وتنفذ اللي انا هقوله وغالبا اي سؤال هيجي في دماغك هتلاقيني متكلم فيه بعد شوية في الحلقة كل اللي عليك زي ما قلت التنفيذ وبس ومش هسكت على كده ومش مجرد فيديو انا هرميه على اليوتيوب وخلاص انا هردلكم على كل الاستفسارات والتعليقات اللي هتيجي تحت الفيديو ده اي حاجة انت لسه مش فاهمها مني اسألني مباشرة وهتلاقيني بجوة وكمان هسبت الفيديو ده طول فترة التحدي في بداية القناة يعني كل ما هتفتح القناة كده عندي هتلاقي الفيديو ده اول فيديو موجود فوق طول الفترة تاعت التحدي اللي هي فترة الثلاثة وتلاتين يوم وده هيكون تشجيع وحافظ لك ان انا في ظهركم وسانتكم ومعاكم طول فترة التحدي هكون عامل معاكم متابعة يوميا طول الفترة انا معاكم مش هسبكم الثلاثة وتلاتين يوم ابدا اي حد عنده سؤال اي حد عنده استفسار مباشرة ما ترددش حتى لو سؤال تقرر ميت مرة حتى لو سؤال بسيط ما تتكسفش اسأل اللي نفسك فيه هتلاقيني بجاوبك مباشرة حتى لو سألت نفس السؤال كل يوم انا مش عايز اي حد يكون لي حجة يعني مش هتلاقوا بقى احسن من كده خدمة فاي فستارة الدكتور معاكم التلاتة وتلاتين يوم طول الفترة وهتابعكم هجاوب لكم على كل الاسئلة بتاعتكم ندخل بقى نتكلم في الجزء التاني بتاع الحلقة بتاعتنا بتاع النهاردة اللي هي التعليمات والحاجات المطلوبة منكم والحاجات الممنوعة والحاجات المسموحة اللي هنقولها بشكل مفصل جدا وده الجزء المطلوب مننا خلال الفترة بتاعت التلاتة وتلاتين يوم دلوقتي بقى هنكتب الحاجات الممنوعة مع بعض زي ما اتفقنا منتجات الامح والدقيق ومنتجات السكر نكتبهم بس في ورقة مع بعض وانا حتى كاتبهم قدامي دلوقتي علشان ما ننساش حاجة لان من الاسف دخلين في حاجات كتيرة جدا من حياتنا نبتدي بالسكر هنشوفهم موجود فين السكر رقم واحد بكل اشكاله عندنا السكر ابيض سكر بني سكر احمر اي كلمة سكر ممنوعة نقطة اللي بعدها المحليات الصناعية كلها بالبدائل بتاعتها حتى سكر الاستيفية انا مش عايز اي طعم سكر يدخل في حياتك بعيد بقى عن ده نافع وده دار وهنمنع ليه يا دكتور الكلام ده انا عايز بننسى طعم الحلو او الطعم المسكر فاي بدائل او محليات الصناعية كلها ممنوعة نقطة رقم تلاتة العصائر كلها سواء عصائر طبعية في رش في البيت حتى بدون سكر او عصائر طبعا بتاعت برة اللي هي في العلم نقطة رقم اربعة المشروبات الغازية والشيبسي والايس كريم نقطة رقم خمسة اي حلويات طبعا او شوكالاتة نقطة رقم ستة الكورنفليكس نقطة رقم سبعة المربة والحلاوة الطحانية او اي نوع من اشكال الحلو نقطة رقم تمانية القاتشب والمايونيز والصصات كلها لان دي بيكون فيها نسبة سكر وبنسميه السكر الخفي اللي هو بتخلك وانت مش عارف نقطة رقم تسعة اكياس الناس كفير اللي هي تلاتة في واحد او اكياس الكابتشينو الجاهزة لانه برضو بيكون فيها سكر وممكن الناس مش عارفة الموضوع ده طبعا في ناس اكيد دلوقتي مش مركزة وما كتبتش معها الحاجات اللي انا قلتها ويعنيكم على البتاعة دي ايه اللي جابها في الفيديو انا بحبها بس كده انا بحب شكلها ومحب احطها جنبي كده في كل حتة وهو ده اللي طلحها معايا في الفيديو هنا ده مرهاش اي علاقة بالموضوع ولا اي علاقة بالتحدي ندخل بقى على الدقيق والحاجات الممنوعة اللي داخل فيها الامح والديهم نركز مع بعض الامح والدقيق داخل في منتجات كتيرة جدا في حياتنا احنا ما ندخيلهاش فلو انت شاكك في ده في امح ودقيق ولا لا او مش عارف اقرأ الكلام المكتوب على الورقة او اسألني في التعليقات هنمنع اي حاجة داخل فيها امحة او دقيق مهما كانت بسيطة اي نوع من انواع المخبوزات ما تروحش الفرن ما تشتريش حاجة من الفرن ما تشتريش حاجة من السوبر ماركت كل اشكال الخبز بقى الوانها بقى احجامها خبز اصمر خبز ابيض توست جن توست بتعرجيم عيش سن اي بديل فيه يحمل كلمة خبز امحة او دقيق دخلة فيه ممنوع في ناس تقول احنا بنزرع الامحة في ارضنا يا دكتور هقول لك ممنوع يا دكتور احنا بنخبزه في بيتنا هقول لك ممنوع المقارونة والشعرية ممنوعة البرغل والفريك ممنوع كل البيزة والكروسون والبسكوتات والكيكات كل ده ممنوع لان زي انا قلت دايما وبقول الامح والدقيق والسكر داخلين في اكل كتير جدا في حياتنا فكل حاجة انت هتيجي تكلها تحطها في بقك طول فترة التحدي اسأل نفسك يا دي جاية من الامح والدقيق ولا لأ لو عرفت تمام ما عرفتش ما اترددتش ابدا انك تسألني في التعليقات وتستنى لحد ما تديك الاجابة عايزين بقى ننهي الحلقة بشوية تعليمات مهمين جدا وحاجات اساسية لانا زي ما قلت مش هسيب لكم حاجة غير وانا هتكلم لكم فيها بشكل تفصيلي او نقطة معنا النهاردة لو شفت الفيديو ده في اي وقت ابدأ طبق التحدي يعني ممكن الناس تشوف الفيديو معنا النهاردة فيبتدي مسلا يطبق من بكرة لمدة التلاتة وتلاتين يوم ممكن واحد يشوف الفيديو بعد اسبوع بعد شهر حتى لو شفت الفيديو ده بعد مية سنة ابدأ طبق التحدي وادخل فيه وهتلاقي الاسئلة والاوبة اللي تحت الفيديو ده اتعلم منها شوف الناس بتسأل في ايه وشوف انا رضودي عليهم عاملة ازاي النقطة اللي بعدها علشان فعلا تستفيد بالتحدي لازم تطبق كل تعليمات اللي انا قلتها خد كل التعليمات لو انت شاطر نفس كل الحاجات اللي انا قلتها علشان فعلا تحس بقيمة الفرق وتقدر تحكم حكم موضوع نهاية فترة التحدي النقطة اللي بعدها مين يا دكتور اللي يقدر يدخل التحدي ده اولا اي حد مهما كان صغير كبير طفل شايب عجوز ست او راجل اي حد يقدر ينفز معنا التحدي ده ما فيهوش اي ضرر صح على الاطلاق بالعكس انت هتستفيد جدا ولكن انا هنا في الفيديو ده بدور تحديدا عن الناس الجديدة اللي عمرها معاملة رجيم الناس الجديدة اللي عمرها معاملة ضيت الناس الجديدة اللي عمرها ما فكرت تغير نمط حياتها الناس اللي عمرها ما فكرت تغير طبيعة اكلها دايما بنسمع ان الاكل هو اساس الصحة بس في ناس كتيرة جدا بتسمع الفيديوهات بتاعتي وبتسمع للناس كتيرة جدا ولسه ما اخدش خطوة البداية لحد دلوقتي لسه ما ابتداش حاجة عملية حاجة على ارض الواقع لحد دلوقتي. فانا عايز الناس دول. اكتر ناس انا مستهدفهم في الفيديو ده. عايز ناس جديدة عمرها ما عملت اي حاجة في حياتك. والتاني حاجة الناس اللي كانوا معانا من قبل كده وملخبطين لهم فترة طويلة جدا انضموا معانا في التحدي انتوا كسبانين وهتشوفوا في نهاية التحدي هيشجعكم انكم تقدروا تكملوا الرحلة بتاعتكم بعد كده. ولكن الناس القديمة اللي معايا الناس اصلا مزبطين حياتهم ومزبطين كل حاجة اكيد هم عارفين الكلام ده وحسين به وعارفوا فعلا فايدة التوقف عن الامح والديق والسكر وحياتهم ماشية وامرهم طبيعي التحدي ده ايه مش تباحهم ولكن لو ملخبطين لهم فترة تعالوا انضموا معانا ايه في التحدي. بالنسبة بقى للوزن والمقاسات لان في ناس كل همها موضوع الوزن وموضوع المقاسات. لو عايز توزن نفسك وتاخد مقاساتك تاخد مقاساتك يعني ايه? بتجيب متر الاياس ده او اللي بنسميها المزورة في مصر اللي هي بتاعة الخياط او بتاعة التارزي. بتاخد مقاس البطن بتاعتك. بتاخد مقاس الرجلين هنا عند الافخاد مسلا مقاس الرقبة وبتكتب الكلام ده في ورقة وتوزن نفسك. امتى اول يوم في التحدي الصبح قبل ما تبتدي التحدي على معدى فاضية قبل ما تفتر بعد ما تدخل الحمام وتطلع توزن نفسك وتكتب الكلام ده في ورقة وبعد كده هنعمل ايه? هنرمي الميزان ده فوق الدولاب مش هنقرب عنده ومش هنوزن نفسنا كل يوم احنا مش همينا الميزان خالص في التحدي ده. وفي نهاية التلاتة وتلاتين يوم ان شاء الله لو عايز توزن نفسك وتاخد مقاساتك تاني اتفضل مفيش فيها اي مشكلة. سؤال كمان انا هخص كم كيلو يا دكتور في التحدي ده. هارجع وااكد تاني. التحدي ده هدف الاول والاخير مش رجيم. مش تخصيص. انا هنا هدفي صحة. الصحة قبل الرجيم وقبل التخصيص. هتحكم بنفسك في نهاية التحدي ايه المكتسبات الصحية الكتيرة جدا اللي انت استفدتها. وبرغم من كده انا بقولك يعني هتخص شوية حلوين جدا عن ميزان وهتشوف بنفسك ايه اخر الشهر ولكن طلع الموضوع من دماغك. ما تخليش كل تركيزك بس عن ميزان. ركز على الحاجات الحلوة التانية اللي انت هتستفيد بها. سؤال كمان ممكن الناس تسألوا يا دكتور احنا لازم نعمل صيام متقطع ولا لا. او ينفع نعمله ولا لا. ده حاجة ترجع لك انا ما طلبتهاش في التحدي ده. انا التحدي ده طالب حاجتين بس. هنمنع سكر ودقيق بكل المنتجات بتاعتهم. بلاش بقى نجود اكتر من كده. يعني مسلا الناس هتيجي تسألوا يا دكتور تب نمنع الجبنة? تب نمنع المكسطرات? تب نمنع ما عرفش ايه? انا طالب منكم في التحدي دول حاجتين بس. نلتزم بهم. وفي نهاية التحدي ان شاء الله اللي عايز يكمل مشواره معايا هيقول لي. زي ما قلنا احنا هنعمل فيديو جديد وقتها هنتكلم فيه مع بعض. عجبك الموضوع وعايز تكمل وعايز خطوات تانية. وقتها هنعمل لكم فيديو مخصوص للناس اللي عايز تكمل معانا. رحلة نزول الوزن ورحلة تغيير حياتها للافضل بازن الله تعالى. لكن هنا نلتزم بالحاجات اللي انا قلتها بس. وبلاش ايه? نيجي على نفسنا جامد علشان ما نتعبش. نلتزم بالحاجات اللي انا قلتها بس ممنوعة. لو انا في حاجات ما ذكرتهاش في قائمة الممنوعات ازا فهي مسموحة. انا مسلا ما جبتش سيرة الرز في التحدي ده. براحتك انت بقى عايز تاكل رز ما تاكلش رز عايز تقلل كميته ما تقللش كميته براحتك. الفاكهة ما جبتش سيرتها في التحدي ده. ولكن عموما ما نزودش عن حبيتين فاكهة في اليوم. حباية او اتنين فاكهة في اليوم. والطمر لو انت بتاخد طمر يبقى ثلاث طمرات في اليوم. العسل لو انت بتاخد عسل يبقى مع علاقة صغيرة بس في اليوم. الصيام المتقطع لو انت بتعرف تصوم صيام متقطع ومتعود عليه من قبل كده يعمل الصيام المتقطع براحتك زي ما انت ماشي. لو انت عمرك ما عملت صيام متقطع لا ما تعملوش دلوقتي في التحدي معنا ده اصبر بعد الشهر ان شاء الله نبدأ نزبط بقية الحاجات ايه مع بعض. كمان سؤال ممكن الناس تسألوا طب يا دكتور هنمنع مرة واحدة ولا بالتدريج. يعني مسلا مرة واحدة بكرة الصبح انا هنفز التحدي معاك اجي قاطع كل الامح والدقيق والسكر من حياتي مرة واحدة ولا اعملهم بالتدريج. والله لو انت عندك القدرة انك من بكرة الصبح تبتدي وتمنع كل الحاجات دي مرة واحدة اتفضل خير وبركة. لو انت شايف نفسك مش هتقدر مرة واحدة خد اسبوع تدريجي في الاول قلل فيه الحاجات دي بالتدريج وبعدين في نهاية الاسبوع تعدت تلاتة والتلاتين يوم كاملين وانت منقطع فيهم تماما عن تناول اي حاجة فيها امح او دي. هنأكل ايه يا دكتور? خيارات ربنا كتير يا جماعة. موقفتش بقى على الديق والسكر مش هنقصر بعد عشان الديق والسكر. كل اي حاجة ما فيهاش ديق وسكر. بس انا ما تتطرقتش لاي حاجة هنا ولا بقول لك اعمل ريجيم ولا اعمل ضيت ولا اعمل صيام متقطع ولا عدد واجبات محدد في اليوم انا بس عاوز امنع الحاجتين دول بس منتجات الامح ومنتجات السكر والديق بس قول بقى براحتك بعد كده. اللي في نفسك في تايه مش عارف برضو انزل اسألني تحت ايه في التعليقات وهجاوبك ان شاء الله تعالي. نقطة كمان تخلوا بالكم منها هتدخلوا الحمام كتير. هتعملوا بيبي كتير. يعني ايه? يعني لما بتوقف السكر والامح والديق والحاجات دي بتنزل كمية مية كتيرة جدا من جسمك خصوصا اول اسبوع. فهتلاقي دخول الحمام عندك بشكل متكرر ودي بتبقى مية محفوصة في جسمك. يعني الناس اللي عندها مية كتير في جسمها عندها احتباس سوائل هيلاحظ فعلا انه بيفقد مية كتير جدا في الاسبوع الاول. نقطة مهمة كمان لازم تزود شرب المية. يا دكتور ما انا اصلا هنزل مية اه تشرب مية كتير علشان تساعد في طرد السوائل. وشرب المية اصلا شئ اساسي سواء للصحة او للرجيم او مهما كان هدفا. فلازم تشرب مية كتير عل اقل مش هنقل ابدا عن لترين وعايزين تلاتة لتر مية في اليوم. نشربهم ونوزحهم على مدار اليوم. الملح محدش يقطعه. انا ما جبت سترته بالعكس. يعني هنا لازم ندخل جسمنا في اليوم عل اقل. عل اقل ما لقى ملح صغيرة. عل اقل ده اضعف الامان لازم تدخلها الجسمك كل يوم. ما تشلش الملح لانك اصلا هتفقد مية كتير والمية لو هي نازلة دي بتاخد معها ملح ايه في طريقة. في حاجة طبعا اسمها اعراض الانسحاب هتحس بيها ودي مهمة جدا. يعني ايه? يعني هتحس بقى بدوخة هتحس بصداع هتحس بنرفزة هتحس موذك كده مش مزبوط. اي عرض غريب هتحسه في اول يوم يومين تلاتة اعرف انه من الموضوع ده مباشرتك. ليه? دي بنسميها اعراض الانسحاب. بنسحب الدقيق والسكر اللي جسمك متعود عليهم يعيش بيهم بدأنا نسحبهم. فطبعا بيبقى في حاجة اسمها اعراض انسحاب كأنك بالزبط بتسحب مخدرات من جسمك او واحد بيبطل سجاير او واحد بيشرب اهوة كتير وبيبطلها. هتحس بقى بكل الحاجات اللي انا قلت عليها دي. اي عرض غريب يظهر عندك انت برضو شاكك فيه اسألني في التعليقات وهجاوبك عليه ولكن انا بقول لكم علشان تكونوا متوقعين. طب الحاجات دي هتروح امتى يا دكتور في خلال اسبوع عشر ايام بالكتير هتلاقي الموضوع ده بقى عادي وبالعكس هتلاقي نفسك فيق بعد كده ونشيط ومركز اكتر ومصح صح اكتر. كده انا خلصت وقلت لكم على كل التفاصيل ولو لسه برضو مش فاهمين اي حاجة شكين في اي حاجة محدش تردد انه اسألني في التعليقات. المطلوب منكم دلوقتي تسمعوا الحلقة مرة تانية كده بمزاج تكتبوا التعليمات دي في ورقة وقلم الناس اللي ناوت تشارك معي اكتبولي في التعليقات كتحفيز وتشجيع لي وفي نفس الوقت تحفيز وتشجيع ليكم. يكون فيه التزام بيننا وبن بعض. كتبنا عقد بيننا وبن بعض. اعملوا لايك للفيديو. شيروا الفيديو. كلموا ناس اكتر. خلوهم ييجوا معنا في التحدي اللي احنا عاملينه. هنبتدي ان شاء الله التحدي من بكرة مع بعض ونعد تلاتة وتلاتين يوم والفيديو موجود والاسئلة موجودة وانا موجود معكم ان شاء الله التلاتة وتلاتين يوم. عايزين ناس كتيرة جدا معنا في التحدي المرة ده. نتشجع ونشد الهمة كده. وهتشوف التغييرات الحلوة جدا في نهاية التحدي اللي انا مش هقلكم عليها ومش هقلكم برضو ايه السر بتاعة التلاتة وتلاتين يوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.